النهاردة محمد معيد وزير المالية أكد على ما سبق أنه صرح به معنى في حواره وأكد على رقمين أنا أريد أن أوضحهم بجلاء للمواطن، للمشاهد، للمستمع، للمتابع دون دخول في ضجيج أرقام ومصطلحات اقتصادية بحق بيتحدث وزير المالية على أنه العجز الكل في الموازنة القادمة 19-20 سيكون 17% كان كام؟ كان 11 لك أن تعرف أن الموازنة العامة للدولة كان بها عجز كل وصل 11-12-13 في هذه الموازنة سيصل إلى 7-2 من 10 العجز الكل في الموازنة العامة للدولة 2- بتستهدف الموازنة الحالية لـ 19-20 الوصول بمعدل النمو إلى 7 إلى 6-1 من 10 6-1 من 10 بتصريح وزير المالية لنا أنه لا تصل عدد الدول لا يصل عدد الدول اللي تحقق درجة نمو معدل نمو يصل إلى 6% فيما أعلى أكثر من 10 دول ما فيش أكثر من 10 دول تقريباً على مستوى العالم عندهم معدل نمو 6-1 من 10% إحنا مستهدفين هذا وإحنا كنا في 2011 و12 معدل نمو لدينا بالسالب بالنائس يعني النمو بيتآكل النمو بيضيع ليه؟ بالمنطق يعني ومصنع بتقفل ومشروعات بتقفل ناس بيتخرب بيتها ناس بتفلس ناس بتقف شفنا كل هذا المظهر شفناه بقى في أعقاب 2011 كان عندي نمو بالسالب يعني بالنمو غير موجود وبيتآكل النمو الحال وصلنا إلى معدلات نمو 2% 3% إن شاء الله خلال الفتر القادم نصل إلى 6-1% بعدما أغلقت الموازنة الحالية على معدل نمو 5.5% وده رقم لم يكن أشد المتفائلين يتوقعوا أن يصل معدل نمو في مصر في سنة 19 إلى 5.5% لا مش كده وبس وهنوصل إلى 6-1% إن شاء الله خلال الموازنة القادمة ده رقم مهم جداً لو أنت كمشاهد أو كمواطن مصري ليس لك أي اهتمامات اقتصادية عليك أن تعرف أن معدل نمو بلدك الناتج بتاعنا معدل نمو بتاعنا المجتمع كله فيه 100 مليون 6-1% هل هذا يكفي؟ لا يكفي إحنا عايزين نوصل إلى 7-8% لكن أنا خايف من بعض الأحكام أحكام الاستراتيجيات المعادية إحنا كان معدل نمو بتاعنا بالمينس بالسالم وصل 2-3% لكنه ده منهك للدول المحيطة وكمان منهك للدول العدوة يقولك إزاي دولة بحجم مصر فهمت مليون ومعدل نمو وقال من 4% دي هتبقى عبقى علينا الناس هتهاجر هيقرف هنا نعمل إيه؟ لازم نوصل بمعدل نمو إلى 4% عشان يقدروا يعيشوا يكفوا خيرهم شرهم يبقوا موجودين في بلدهم لكن مصر طلعت من 4% لـ 5% لـ 6% ومشيين إن شاء الله نوصل إلى 8%